السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سريف حسناء كانت من اللبناء تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احوال طيبة ان شاء الله كما لحتو اليوم غنحضر معكم الملوي بوحد طريقة زوينة في الطراق كيشي صراحة كما لحتو مورق وارطب بزاف ان شاء الله نوريكم هالطريقة ولكنتو اول مرة كتزروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد من زدب المكونات الطريقة دي التحذير خليكم معي اذا لبنات عندي هناي الفورس او للفارينا او للدقيق المتعدد للإستعمالات عندي هناي الفينو او للقمح الصلب الفورس عندي ثلاثة دير زليف فورس وجوج دير زليف فينو كما موال فندي من خدمك تغديرو جوج زليف فورس غديرو زلافة وحدة دير الفينو بغيتو تخدمو بالقمح دير الزراع يعني كتغربلو في واحد الغرباء التي يكون ليني له كتحييضو منه حتى النخالة رقيقة تخدمو بالقمح دير الزراع والفارينا دير الزراحت هي كتغربلوها في غرباء رقيق بالزهل قدرت الملحة ودرت راس معلقة ما تفوتوهاش صغيرة ديال الخميرة المعجونة او لقد حمصة كبيرة ديال الخميرة المعجونة انا عفوان خدمت هنا بالمكسكسة راس ديال المعلقة كانت المعجونة كيما قلت لكم غاد ديرو قد الحمصة الكبيرة ديال العجينة مويمة لكن حاول نعطيكم القياس باش ان شاء الله هاد الملوي ما يخمرش وغدا نعجن بالماء دافية غير شوية غلم هاد العجينة مزيان وغدا نطلقها معاكم في المرحلة التالية خليكم معايا ان شاء الله كما لاحظتوا لبناتها هي العجينة جمعتها دابة خليتها قاسحة شوية وغدا نبدأ ندلك فيها مزيان بالكفة ديال يد حتى تولد ترتق تحت الكفة دياليدي انا دائما كان نأكد ان الحاجة ستتلك باش تجي يعني رطبها وكتجي خفيفة في الماكلة ندوزوا دابة للمرحلة التالية خليكم معايا بعد ما ندلكت العجينة مزيانة البنات بديت نزيد في الموتر الخفية حتى ولات مرخوفة ديما المعجنات خاصة العجينة ديالهم تكون مرخوفة سواء بيزا قرص خبز بطبوط مسمن اي حاجة ديال المعجنات خاصة تكون مرخوفة كما لاحظتوا غنديرها في الكوكوت هاد العجينة ونسد عليها وندير صفرها ونخليها ترتاح كما لاحظتوا البنات هانتوما العجينة كيف تكون بعد ما كترتاح مزيان في الكوكوت دور ديال الكوكوت كيف تتعود لك العجينة دبغا نحي داد العجينة من الكوكوت وغادا نبدأ نشكل فيها كما الملوي عادي اللي كنتو قريتكم قبل في القناة غادا نبدأ نشكل فيها كرات بيضوية الشكل انتوما العجينة كيفاش مرخوفة لبنات يعني ما تخافوش منها كانت العجينة قاصح الملوي غدي جي يجي يجي يقصح السحين العجينة ديالها الملوي مني خصص ثم يبقى مرخوفة مني تبقى مرخوف يعني تبقى ارتب بالأسطان بنا نقطع فيها الحجم اللي بغيتو انا درت الملوي البلدي شوية كبير بريبا تر sogير ديرو صغير يعني تبقى لكم الإختيار قداش للحجم اللي بغيتو ديال الملوي نحاول نقاد الحجم الملوي في كل كرة ونبدأ نشكلها على شكل بدونات نقاد الحجم الملوي في الفران نقاد الحجم الملوى نأخذ حجم الملوية تغطي المنديل وضع البلاستيك وحتكي بردد الملوي لكي لا يأتي الكسور نشكل العجين على هذه الطريقة سوف نضعهم في اللاطا ونطلق معكم في المرحلة التالية خليكم معي بعد الملوي نأخذ زيت وبدأ ندهن في الملوي ندهن الوجه لكي لا تكون لنا واحد القشرة على الوجه الملوي لكي نضع العجينة طريقة وملسة تساعد في الخدمة سوف نكمل ونغطي العجينة بواحد البلاستيك ونجعلها ترتاح 5 دقيق ونطلق معكم بعد الملوي نضع الزبدة بعد الخطرات نضع الزبدة نضع الزبدة نضع الزبدة والزيت أكثر ونجعله ونجعله ونضع الزبدة نضع الزبدة ونضع الزبدة نحن نجد بانضا نجد بانضا ثانية تستطيع كمية تستطيع كمية نجد بانضا نجد بانضا نطرق طريقة هذه البناء. على هاتي الشكل هذا. ونجرب حلقة وانا كندهن الزبدة والزيت بها الطريقة هذه. كنحاول نحط هذه ترتاح ونشط الباندة الاخرى حتى هي كنطلقها بنفس الطريقة بالزبدة والزيت. مني سنكمل هاد الباندة تلقى الباندة الاخرى هذه العجينة ارتاحة وبحال هكا كنلقا العجينة كتعطيني الطوع وما كتكرفش في الخدمة وما كتبقاش انا سنقرص فيها وهي الدرجة. هناخذ هاد الباندة الاخرى. ونبدأ انطلق فيها على هاد الشكل هذا كما لاحظتها البنات هانتوما. الزبدة والزيت ههومة بخلطين. يعني كما لاحظت وزيت واحد شوية لي الزيت كان عندي زبدة من الزيت. هذا نكمل الباندة ونطلق معكم في المرحلة التالية. صافي الباندة ناخذ الباندة ديال العجين اللي طلقت ورتحت. كان ذهن بالزبدة والزيت وكان بدا نورق في الملوي على هاد طريقة هادي كما لاحظتو. العجينة كما لاحظتو ارتاحت. يعني ما كنت تاخدش وقت بزاف باش ترتاح. ضغياء ضغياء. صافي كان نجبد بهالطريقة هادي وكان نورق الجناب ضروري ترقو الجناب مزيان. باش ما يبقىوش غلاض. بهالطريقة هادي هانتوما. كانت مننا لبنتي يكون كل شي واضح. لما كانت شي حاجة واضحة ان شاء الله. اه 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 خليوا ليه في التعاليق. صافي كان نديرها بهالطريقة. وغدا نحطها. وغدا نجيب الملوية اللو التانية. صافي تاهية كتكون بدات كترتاح. وكان بده نطلق بهالطريقة هادي بنفس الطريقة ديال الملوية اللي قبل منها. هانتوما البنات. نحاولت من نصرعش هنا الفيديو باش يبان كل شي واضح. صراحة في الفران يعجبني اكثر كي يجيل ديد بزاف الفران. صافي الابنات غندي لها نفس الطريقة نحطها بهالطريقة هادي وغنجيب الملوية اللي خلقنا. صافي كان بدأ نخدم بهالطريقة هادي صافي نيشان سنبدأ ورقو. راحت العجينة مرتاحة. مرتاحة مزيان. وعاطي الطوح. صافي. هانتوما الجناب ضروري كنأكد عليهم. صافي كنكمل بهالطريقة هادي البنات. يعني هادي البانضة هادي طريقة اللي غنوريكم كيفاش لويت هاد الملوي ان شاء الله. صافي نبنات غنرجعها بهالطريقة هادي. باش كنلقوا العجينة اللي اللي اطلقنا كنلقوها ارتاحة. هذا هو علاش. صافي غنحطها بهالطريقة. وغدا نجيبها قدامي بحال هاكا. وتنبدأ نجرف العجينة لضغيات الضجر يعني مرتاح العجينة. كل ما كانت هاد البانضة عريضة كيجين ملوي مورق وكيجي جميل بزاف من الداخل كيف غنوريكم في اخر الفيديو ان شاء الله. صافي البنات كنكمل بهالطريقة هادي. وغدا نجيب العجينة. انهزها قدامي. حطا قدامي. واختبلكم على النهارة يعني انا هزيتها بحالك. وكتبلكم. كنناخد البنات العجينة بهالطريقة هادي. وكن بدلوها على يدي بهاالطريقة هانتجومة. يعني اليد اللي سرية. واقفة. وليد اللي مني هي اللي قد تدور العجينة على. اليد اللي سرية بهالطريقة. كنشد بهالطريقة العجينة هاد الطريف. وكن نخشيه الوسط. وكن حاول نجمع هالطريفات. باش ميجينيش الملوي محلول من الوسط. يعني خصو يجي مخفي بهالطريقة دي. وكن نجمع العجينة الوسط بهالطريقة كتجي الملوية على هات الشكل هذا وغدا نخدم معاكم واحدة اخرى بنفس الطريقة كنحاول نجرى العجينة نطلقها يعني هاد الملوية هذي اللي خدامها في انا دابا دازت من المراحل اللي دازه منه في الاول يعني لققت البانضة على جوج دي المراحل صافي وكن بداء نجرى في العجينة بهالطريقة هذي كما لاحظت هاربنات حتى كترقاق مزيان كل مرقاقت وكل ما كانت البانضة عريضة بهالطريقة تيجي مورق وكيجي زوين بثاف صافي البنات هانتوما بهالطريقة هذي غنجمع العجينة بهالطريقة هذي ونحطها قدامي وغدا نبدأ لوي وخدت باليكم على انكم مجمع تواوية مجموعة ما تخافوش يعني اصلا في هذا الزيت ما تلاسقش ونبدأ اللوي بهالطريقة هذي بالنسبة للبنات لي اول مرة يعني غتخدموا بهالطريقة حاولوا تاخدوا واحد الشال وتبدأ يعني كتبدأ وتجربوا فيه ونجوم وكتلويوا العجينة باش من يجيوا ان شاء الله تعجنوا وتخدموا تجيكم العملية سهلة وكناخذ هالطريقة بتنخشي الوسط وكنجمع العجينة من تحت كنحاول نسد عليه بها الطريقة وكنحطها وكنجمع العجينة بهالطريقة الوسط باش كيجي الملوية مخفية وما كيجيش محلول من الوسط كتعطينا ملوية على هالطريقة هذي غنكمل البنات ونطلق معاكم في المرحلة التالية خليكم معايا معاكم ملوية اخيرة وثالثة لبنات باش ان شاء الله الفكرة تكون واضحة صحيح نبدأ ندور بهالطريقة هذي بحل اللي نحطها بهالطريقة هذي وكنجمع العجين بهالطريقة وكنكون كملت العملية ديال اللي تعطينا نطيف الملوي على هالطريقة هم ديروا الملوي كتبلينا على انها قبطات فراثها تنقلبها على الجهه الخراع كما تلاح دول بنات وكتبقاء مرة مرة كتبقاء مرة كتبقاء مرة كتبقي وكل ما تقلب الملوي والمسمن مزيان تيجي يعني مفضفض بزاف وبعد ما كملت البنات الطيب دي للملوي كله بديت كنسوس في الملوي بهالطريقة هذي كتوقفوا الملوي وكتنزلوا عليه بهالطريقة باش كي يكون يعني ذاك التوراق تيبان كتر بهالطريقة هذي يبقى دوشك النهائي دي للملوي لبنات صراحة ان تيجي زوين بزاف وان شاء الله تجربوه بصحة وراحة وانتوما تنورك انا على الملوي وتيرجعك مكان ولاحظوا ما مزيتش لانني عمري ما طيبت المسمن في المقلب الزيت يعني غير ذاك الزيت والزبدة اللي ورقت بهم كي يكونوا كافيين لباشي طيب الملوي يعني ستخرج ذاك الزيت ملل مسمن صافي يكون كافي وما كيجيش نهائيا مزيت ولا شي حاجة وحتى اللون تيجي زوين وما دير اللخميرة ديال الحلوى لسكار لون عادي واذا نحاول نوريكم كيفاش كيكون الملوي من الداخل لدنات هانتوما انا كنهز الملوي باش تشوفوا يعني ان الملوي راه طيح ماشي قاصح هانتوما كيفاش كيكون لاحظوش حناشة في الملوي من الداخل ما مزيت ما تشي حاجة وبإمكانكم اللبنات تحتفظوا في المجمد لغي دوبلو للفيلم او للبلاستيك مزيان باش ميش متى حاجة في الفريقو عنتوما كيفاش كيجي وتيبقى لكم الاختيار في الحجم قدة شو ما بغيتو تديروه تديروه كنشكركم اللبنات بزاف بزاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات اللي تتخليوا لي وعلى التشجيعات واي حاجة من فهماش كيف دي ما خليوا لي في التعليق ان شاء الله نجاوبكم عليها وتهلوا في راتكم بزاف بزاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته